اختلاس وسرق أم خطأ إداري أم ماذا؟ من المسؤول عن حرمان المتقاعدين التربويين من نيل مستحقاتهم في محافظة البصرة؟ لغالية يوم أمس المتقاعدون يواصلون احتجاجاتهم للضغط على الحكومة المحلية من أجل استرداد رواتبهم المتوقفة التي حرموا منها منذ أكثر من عام عدة فيديوهات مصورة تناقلها الناشطون في منصات التواصل لمشادات كلامية وقعت بين عناصر أمنية ومجموعة من المعلمين والمدرسين المتقاعدين مشادة وتجاوز بالكلام تطورت إلى اشتباك بين الطرفين واعتقالات طالت أيضا بعض المتظاهرين مع المعلمين المتقاعدين هذا هو عنوى هذا هو عنوى فأنا ستدخل ومجموعة من المتقاعدين يعني في الغاغرات وفضحة المحافظة للمتقاعدين ومجموعة من المتقاعدين هذا هو عنوى هذا التقدير للمعلم وخالح كرام المتوقف هذا هو عنوى السبب لي انتجاوزوا من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين جاوزوا القوات الأمنية على المتظاهرين وخذوك شون يقلوا بشوت أرسل الشارع باو 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 هذا السيد عباس ونقليني السيد عباس يعني مدير مدرسة ما أقليني هذا السيد عباس مدير مدرسة شهود عيان في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مبنى محافظة الباصرة تحدثوا تحدثوا عن اعتقال مدير مدرسة يدعى عباس مع الاعتداء بالضرب المبرح على تربوي آخر وهو أحد الكوادر التدريسية في المحافظة أمام ديوان محافظة الباصرة خلال التظاهرة للمتقاعدين مع الأسف القوات الأمنية اعتدت علينا شق قوى القميص وهذه آثار الضرب مع الأسف هذه القوات الأمنية يعني كان أكون مدازم بالشرطة نجمة واحدة يعني يريد ينتقم كأنه من المعلمين والمتقاعدين ومستعد يضربهم ويشتمهم ويقول كل شيء أسوي بهم من أجل مطالبة بحقوقنا هذا النتيجة وهذه الثمن مستمرين وما تهزوننا ولا نخاف وهذه مطالبنا ويجب محاسبة المقصرين بهذا الموضوع ما يخالف لازم أكد ترحية مو مهم عندنا فدوا فدوا المهم احنا نهز عروش المفسدين تحياتنا لكم مستمرون حتى نرعب عروش الفاسدين تفاعل كبير مع المتقاعدين التربويين التي تتراوح أعدادهم قرابة 1085 شخصا ولا تزال قضيتهم عالقة لربما كان سبب بخلل أو بخطأ ما من مديرية التربية عندما لم ترسل التوقيفات التقاعدية إلى الكوادر وإلى هيئة التقاعد كما يقال الآن سنقرأ لكم بعضا من ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت على ضو هذه الاحتجاجات في محافظة البصرة نبدأ مع سميرة البصري تقول في تعليقها المتقاعدون لو وراهم حزب أو جهة سياسية أو حتى سيارة مضللة شاء الله لا أحد يقدر يعتدي عليهم لا شرطة ولا جيش ولا أي جهة أخرى سؤال للضباط إذا يتأخر راتبك ما لك إيش راح تسوي مو تقلب الدنيا فكيف بالمتقاعد صار لسنتين ما نراتب هنا أيضا مداخلة من المسام العراقي يقول ومن اللي ضربوا شتم الشرطة خالطي مثلا مو أنت ضليت تشتم وتسب الشرطة والبقية يرمون حجار على الشرطة لا تصدقون شرطة يضرب هيج وبدون سبب تعليق من أشرف عادل يقول الضابط لو بيك خير شان دخلت على التربية وسحلت الحرامية اللي سرقوا فلوس متقاعدين الكوادر التدريسية مو تجي على اللي يطالب بحقه كل شي صار بالعكس بهذا البلد العجائب